إيه السبب اللي ممكن يخلي الشخص أصلاً يدخل في علاقة ويكون هو السبب إنها تكون علاقة سامة؟ طيب خلينا الأول بس نعلق على لفظ علاقة سامة ده هو اللفظ ده لفظ أدبي مش لفظ طبي خالص تمام وأول مرة تم استخدامه سنة 95 لما في حد كتب كتاب اسمه toxic people اللي هي ليليا انجلس دي المؤلفة بتاعت الكتاب واستخدمت لفظ toxic people اللي هو الأشخاص السامين وبعدين بدأ اللفظ من سنة 95 ينتشر لدرجة إن إحنا بقنا بنستخدمه بشكل مبالغ فيه فبقى فيه استخدام مش مش على الأشخاص السامين بس كل حاجة بدينا نقول عليها أي حد يعصبنا ولا بي نربزنا نقول عليه شخص بالضبط فبقى فيه overdiagnosis للتوكسيك ديبل في حياتنا والتوكسيك ريليشنشيب بقى إحنا عملين نشخص أي حد يدايقنا إنه هو إيه ده شخص التوكسيك وده مش حقيقي في الواقع معه ما فيش حد يبقى على هوانة بالضبط تمام فدي أول نقطة المواد هي اللي تتصف في السمية لكن الأشخاص ماينفعش يبقوا سامين يعني نقدر نقول إن المادة دي مادة سامة لكن كشخص ما نقدرش نقول إنه هو شخص سام لأنه دايما الشخصيات فيها جانب إيجابي وجانب سلبي كوني شايف الجانب السلبي في الشخص مش معناه إنه هو شخص سيء إطلاقا ممكن يكون أنا اللي سيء أنا اللي بطلع أنا اللي بطلع منه الجانب السيء وهو بيوريني الجانب السيء فالعلاقة إحنا الاتنين شركاء فيها مفيش علاقة بين طرفين واحد بس المسؤول عنها لازم يكونوا الاتنين مسؤولين عنها ومفيش شخص سام تماما أو مؤذي تماما ولكن هو الجزء اللي بيورهوني هو الجزء المؤذي عشان أنا بطلع الجزء ده وممكن يبقى في حتة تانية هو بيتم إيزاؤه هو هو كشخص مع أنه بيئزيني لكن في علاقة تانية في حياته هو اللي بيتم إيزاؤه وفي علاقة تالتة في حياته هو علاقته كويسة جدا بالآخرين فإحنا لنا عامل كل ساقل يسقى بما ساقل بالضبط فعلا إحنا لنا عامل في العلاقات المؤذية اللفظ بقى الصح مش السامة العلاقات المؤذية اللي إحنا بندخلها أو بنختارها طيب يعني أنا مش عارف إحنا اللي بنخرج في الناس أسوأ ما فيهم إحنا مش إحنا يعني أنا ومحمد الشازلي إحنا كأشواء خبير معاتي في أي حاجة تكليمي عن نفسك بس بنخرج في الناس أسوأ ما فيهم ولهم ما بيبقى عندهم اتجاه سلبي ناحيتنا مش لازم كل الناس تبقى الفايبس بتاعتها كده أو الأجواء بينهم وبعض إيجابية البعض ممكن ما يتفقوش من غير ما يبقى فيه أي حاجة يعني فساعاتها بقى بتلاقي السمية أو الإيزاء ظهر طيب هو زي ما حالي بتقولي كده هو الاتنين يعني هو فيه جزء سلبي زي ما قلنا وأنا بطلع الجزء السلبي اللي فيه زي مثلا خلينا نتفق إنه الشخص الاعتمادي دايما بيخلي اللي قدامه يركبه في العلاقة لفظ يركبه ده يعني يبقى هو اللي مسيطر وهو اللي متحكم في العلاقة ويتحول الشخص اللي قدامه لشخص إيه سام ليه ما هو أنت سايبني أعمل فيك اللي أنا عايزه وسايبني أنتهكك تماما فطبيعي حتى أن أنا كنت شخص مع آخرين جيد فأنت سمحت لي إني أكون معاك إيه سام وساكت وراضي وقابل فهفضل كده فده جزء من ناحية الشخص اللي بيتأذي من ناحية بقى الشخص المؤذي إحنا عندنا أنمات شخصية بتكون مؤذية زي الشخصية النرجسية زي الشخصية السايكوباتية زي الشخصية الحدية زي الشخصية الشكاكة أو الشخصية التهضية دول أنمات شخصية الشخص عنده فعلا جانب مؤذي والعلاقات معاه قد تكون مؤذية إلى حد جدير لأنه مثلا الشخص النرجسي طول الوقت شايف نفسه مميز وبيسخر من الآخرين بينتقد الآخرين العلاقة معي دايماً علاقة ما فيهاش مساحة أنه أبقى متطمن أنا على طول الآن أنا على طول عندي أنه عارف أنه فيه انتقاط جايف بالضبط أنا على طول منتقد أنا على طول مؤثر في حقه أنا على طول وهو دايماً بيستخدم الحكاية دي عشان يبقى هو اللي مسيطر على العلاقة ويا سلام بقى لو الشخص اللي قدامي زي ما قلنا اعتمادي فالعلاقة هتكون سمة مثالية بالمناسبة لأنه هتكمل يعني هو نرجسي وبيهنها وبيهزقها وبينتقدها وهي مكملة لأنها شخص اعتمادي فدي علاقة نموذجية على فكرة الاتنين مرتاحين مفيش مشاكل ما بينهم هو كده دي علاقة نموذجية وهتكمل بغد النظر عن الشخص الاعتمادي ده في يوم الأيام هيجي يمتحر يعني أو هيجي يتئذي نفسيا جدا ويتعب نفسيا جدا ولكن العلاقة مكملة عشان الطرفين راكبين مع بعض